السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا معكم حسام سعد من قناة دليلك لفهم المحاسبة مستمرين في الفيديوهات الخاصة بنصائح لخريج جديد عملنا كذا فيديو قبل كده لو حاببت تشوفهم على القناة بليلست أو قيمة تشغيل عنوانها نصائح لخريج جديد سؤال مهم بيتبادر لأزهان الكثيرين عند التخرج أكمل دراسات عليا ماجستير ودكتوراه ولا أخذ شهادات مهنية هنجواب على السؤال ده ونعمل مقارنة كده لطيفة بينهم من كافة الأوجه سواء وقت إنهاء كل حاجة من دول التكلفة المناسب لوظفتك لأنه ممكن يبقى حاجة مناسبة لحد وحاجة تانية مناسبة لحد تاني هل طبعا الاستفادة في كل منهم هنعمل مقارنة طبعا هل مستوقف الإنجليزي بيرجح اتجاه عن اتجاه آخر أم لا طيب ما ينفعش ندخل في المقارنة على طول ألا لما نعرف الأول تفاصيل الشهادات المهنية وتفاصيل الماجستير والدكتوراه تمام يبقى نعرف الأول طريق بتاع الماجستير والدكتوراه بيبدأ ازاي والشهادات المهنية ده المقصود بها ايه وبعدين ندخل في المقارنة طيب بالنسبة للماجستير فيه ماجستير مهني اولا يعني وفيه ماجستير اكاديمي المهني ده اللي هو الامبي ايه ماجستير في إدارة الأعمال ايه الفرق بينه ايه الفرق بينه او نشوف الأول الماجستير الاكاديمي ده خطواته ماشية ازاي طبعا بتقدم الأول فيه كليات بتشترط في الماجستير لازم تبقى حاصل في البكاليروس علاجات جدا وفيه ممكن كليات تتساهل شوية يعني مثلا لحد السنة اللي فاتت جامعة بنها اللي انا خرجها كانت بتقبل التقديم للماجستير بجايد وكمان ممكن تبقى جايب مقبول واخد دبلومة وتتقبل في الماجستير السنة اللي فاتت اول مرة قبله بجايك جدا تقريبا بقى لعداد كترت او كده فانت بتشوف الاشتراطات الاول مناسبة ليك ولا لا وفيه طبعا كليات من قديم الأزل جايك جدا بس زي جامعة ان شمس مثلا تمام المهم انا تقبلت في الماجستير طبعا قبل كده كان بيبقى فيه سنتين تمهيدي اعتقد حاليا اغلى من الكليات بقت سنة واحدة تمهيدي سنة على تيرمين امتحانات عادية زي امتحانات سنة رابعة كده بس الماجستير بياغلب عليه شوية كدراسة يعني الاطار النظري اكتر اللي هو فلسفة المواد اللي انت بتدرسها فيه يعني اطار نظر شوية مش اللي هو الامتحان بقى يبقى مسائل تمام انت اكتست الامتحانات اللي ممكن يبقى النجاح منها فيها من ستين في المية مش خمسين في المية المهم اكتست الامتحانات المفروض بعد كده بتبحث عن عنوان للرسالة بتاعتك ولازم العنوان يتوافق عليه من القسم وحاول العنوان يكون جديد شوية وطبعا الدكتوراه هو المفروض تقدم اضافة للمكتبة العلمية الماجستير مفروض انت بتقدمش اضافة انت مجرد بتعيد صياغة اراء وتقول رأيك والكلام ده اراء صابق لكن بيبقى فيه تشدد شوية برضو ويقولك العنوان ده تكتب كتير فحاول تشوف عنوان جديد شوية او حاجتين تكتب فيهم قبل كده بس تربطهم ببعض محدش كربطهم مثلا قبل كده ببعض اللي بقى لك انا عامل فيديو على القناة نفس كائمة التشغيل ده التفاصيل بقى الماجستير ازاي اختار العنوان كل التفاصيل ويوم المناقشة بتتعامل معاه ازاي كل حاجة لو عايزت تحابب ترجيع اليون التفاصيل اكتر فانا انا بقى حاول اختصر شوية المهم اخترت العنوان متوافق عليه بيبقى معاك مشرف او اتنين بتعمل حاجة اسمها خطة بحسية اللي هو بتلخص انت هتقول ايه في الرسالة بتاعتك خطة كده من 15-20 صفحة تقول بقى فعلا مقدمة والمشكلة والاهداف والفروض والمراجع المبدئية والدراسات السابقة يعني والقطار العام انت هتبشي ازاي الفصول بتاعتك وكوانة من ايه والكلام ده كل الخطة البحسية بحمد الله توافق عليها تدخل حاجة اسمها سمنار حلقة نقاش سمنار السمنار ده بتقعد قدامك دكاترة الكسم او اللي هم المتحين ان هم يعني معاك في اليوم ده بيسألك شوية اسئلة كده بيشوفوا انت يعني الدنيا معاك ماشية كويسة فاهم اللي انت هتكتب فيه ولا واحد اللي كتبلك الخطة البحسية دي يعني بيشوفوك ملم بالموضوع لا لقوك ملم ان شاء الله انت كده سجلت الموضوع بتاعك اللي بالك وانت بتختار العنوان حاول تعرف ان العنوان ده مش شبه عنوان تاني لان ممكن تيجي في نص الطريق تلاقي العنوان بتاعك ده عنوان رسالة في جامعة كناة السويس هتضطر ترجع وتبدأ من الاول تاني فحاول تلاقي العنوان ده خطوة مهمة جدا نخلي بالك المهم سجلت خلاص موضوعك يبقى مثلا قدامك اربع سنين بعد التسجيل ده مثلا يعني طبعا على حسب برضو شروط كل جمع ومدى التساهل فيها المملكة اربع سنين تكتب بقى فيهم الرسالة نفسها اللي هي فوق المئة ورقة مثلا يعني يبقى معك برضو اثنين مشرفين غالبا يفرض الاربع سنين خلصت وانا مخلصتش لو انت كاتب مثلا يعني نسبة معينة من الرسالة ممكن يمتدو لك سنة او سنتين بعد كده بقى بتخش المناقشة ويبقى مبروك عليك حصولك على ماجستير الدكتوراه برضو تقريبا نفسه خطوات ولكن يبقى اسمه تأهيل الدكتوراه ليس تمهيد ماجستير وفيه طبعا بعض الحاجات ساعات بشترة انت تحصل عليها طيفل نسبة معينة وردو اكسيلا وايسيدي حاجات دي تحول الرقمي تقريبا حاجات دي بسيطة يعني مش هتبقى صعبة بالنسبة لك بإذن الله ده بالنسبة للماجستير والدكتوراه اللي ناوي يسلك هذا الطريق فابنو شرحوه طيب ايه بقى الشهادات المهنية دي هجماعة شهادات معترف بها عالميا شهادات معتمدة لا غبار عليها مش مجرد حد كده ادك شهادة و مش عارفين انت حضرت لا دي شهادات بقى معتمدة بتقدم فعلا محتوى علمي هم جدا لك وهيفيدك في الواقع العملي الشهادات دي ممكن نقسمها فيه شهادات محلية وشهادات دولية يعني في مصر اهم شهادة لك كمحاسب وشهادة معتمدة هي شهادة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية اللي هي شبهها في السعودية السوبة برضو دي شهادة قيمة جدا فالشهادة بتاع جمعية المحاسبين دي شهادة قوية بتدرس فيها معايير محاسبة ومعايير مراجعة وقانون وحوكمة وحسب التكاليف وضرائب تدرس فيها كل حاجة وهي بتبقى على مستويين مستوى متوسط لأربعة وخمس امتحانات وكذلك هناك مستوى نهائي لابد ان تكتاز كلاهما حتى تصبح عضو في جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ودي شهادة قوية جدا ومعترف دولية على فكرة يعني في شهادة مهنية اسماء A-C-C-A دي 13 مادة لو انت معاك جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية تعفى من 9 مواد تدرس 4 محاسبين تمام يبقى دي شهادات المحلية جمعية المحاسبين المراجعين او السبب في السعودية في بقى شهادات عالمية او دولية همه جدا مثل CMA محاسب الاداري المعتمد تدرس فيها تكاليف وادارية وتحليل مالي ومحاسبة مالية بردو وفيها معايير محاسبة بردو هناك دبلومة IFRS هناك طبعا شهادة IFRS لكن الدبلومة طبعا أقوى دبلومة IFRS تدريس فيها المعايير الدولية برضو شهادة مهمة جدا لك كمحاسب مالي أو أنت تكون مدير مالي تقويك في المعايير طبعا المعايير همك المحاسبة المالية هي الأساس كيف تعد القوة المالية وكيف تعمل معالجات المحاسبة وهذا الأساس يبقى شهادة برضو قوية هناك شهادة قوية جدا نسا نتكلم عليها A-C-C-A هناك مراجعة ومحاسبة وقانون هناك أشياء كثيرة شهادة مهمة جدا تصدر من لندن وإنجلترا و الف رئيسي أيضا من إنجلترا هل بقى لك أنا إن شاء الله سأقوم بقى بعد هذا الفيديو مقارنة بين الشهادات المهنية كلها محتوى كل شهادة وماذا الأنسب ليك والأفضل فيديو مستقلي كما عملنا الماجستير فيديو مستقلي وهذا موجود على القناة سنقوم برضو للشهادات المهنية فيديو مستقلي وكيف تكتازل الشهادات المهنية والكلام لكن اليوم سنقوم بقى للمقارنة ولكن أنا أفهمك الأول عن شهادات مهنية سأعقرني كما أنت أصلا داخل لا يعرف عن شهادات مهنية وفيه برضو الـ CIA المراجع الداخلي والـ CBA المراجع الخارجي بس في الشهادتين اللي في الآخر دول من أمريكا فدي شهادات محترمة جدا تقدم محتوى علمي وامتحاناتها أيما برضو على مدى استيعابك وفهمك للمناهج اللي أنت بتدرسها وامتحانات موحدة ويجعل لك فهم عند بعض الناس اللي اللي لسه متخرجون جداد يجب إعلان مركز يقول لك مركز شهادة CMA هو متخيل انه هيروح المركز ده هيدفع عشر تلاف جنيد اللي هو بيعلن عنهم هياخد شهادة CMA من المركز لا فيش حاسمها كده المركز ده هيأهلك ان انت تدخل بتحالي CMA أو الأي بفرس لكن مش هيدك الشهادة هو هتفهم الفهم لا فيه ناس كتيره فهمك وناس بتبعتلي فهمين انه هما هيقدم في المركز ده أو عند المحاضر الفلاني هيمتحن في نهاية الكورس اللي بياخده ياخد الشهادة لا المراكز ده بتأهلك ان انت تروح الامتحان تمام ماشي قادي الشهادات المهنية نجي بقى نقارن بينهم قبل ما نقارن ما عليش فيه مقارنة بسيطة ما بين الماجستير الأكاديمي والماجستير المهني لازم نعرفها برده الماجستير الأكاديمي ده جماعة عادة لانه يسلك طريق التدريس سواء تدريس في جامعة حكومية جامعة خاصة أو دورات تدريبية يعملها الموظفين في الشركات يعني اللي حابب المجال ده التدريس يبقى الشهاد الماجستير الأكاديمي ينواس بأكتر الماجستير المهني ده بيناسب أكتر اللي هو عايز يساعده في الترقيات أو عايز يبقى مدير لانها تختص بإضاءة الأعمال برده فقط قسم محاسبة وبتاعه خلي بالك الشهادات الماجستير المهني ده ممكن تبقى مسع معك كلية طب وتروح تاخد ماجستير مهني من كلية تجارة عادي عشان كده المهنة بيبقى أسهل شوية لان مش كل اللي فيه خرجين تجارة محاسبة ولا خرجين تجارة لا خرجين كلية تانية يبقى الماجستير الأكاديمي يعني ما عايز هو الأصعب بس يعني محتاج منك مجهود أكبر شوية المهني أسهل شوية المهني برضه ممكن في سنتين ثلاثة تقدر تحصل عليه المهني الأكاديمي ممكن خمس ست سنين عندما تاخد الماجستير خاصة فيه توجه حالي ان كمان المهني ما يبقى شفرسالة يعني جامعة بينها مثلا مورد انا بتكلم على الجامعة اللي انا عارفها وعارف ناس دخلت ماجستير مهني طلعوا قرار ان ما مش يبقى فيه رسالة حتى قبل كده كانت الرسالة بتبقى ملخصة بردو كده بسيطة يعني فيه ناس اعرفها خدت ماجستير مهني في سنتين ونص بيبقى دراسة على 4 ترمات في سنتين و في كذا شهر كده اخدوا الماجستير المهني كاملا الماجستير المهني يعني ممكن يبقى مكلف أكتر ممكن يعني جامعة بينها كانت 4 ترمات بعشرين ألف حاليا اعتقد تزودها السنة 25 ألف وممكن يبقى فيه زيادة يا مان خبير لك ام بكلمك في عام 2023 ممكن واحد دلوقتي بيسمعني يقول لك يا عام 25 ايه ده بقى 50 ألف دلوقتي اه عاد بتزيد وفيه جامعات تانية على فكرة 40 ألف وكلام من ده الاكاديمي يعني ممكن تدفع في الأول 5-6 تلاف بس هتدفع بعد كده يعني بعد ما بتسجل كل سنة بتدفع مبلغ حوالي 2000 جنيه مش عارف ايه غير بقى مصاريف الطباعة ويوم المناقشة ده نفسه مكلف فما تعتقدش ان المهني مكلف بكتير على الاكاديمي وممكن في الاخر الاكاديمي ببقى كتر كمان من المهني بعد المصاريف اللي انا قلتها لك ده يعني يقول المناقشة ده في مصاريف ضيافة وبتطبع بنارات ومش عارف ايه وكصص كده واحد بيصور لك فيديو طبعا موضوع كبير يعني والضيافة زي ما احنا قلنا تمام اعتقد كده احنا فهمنا بقى ماجستير اكاديمي ماجستير مهني الشهادات المهنية ندخل بقى على انت دخل عشانه المقارنة بينهم ماشي تمام من حيث الوقت قد تكون الشهادات المهنية اسرع لو انت في دماغك تاخد شهادة واحدة الشهادة دي ممكن تاخدها اسرع من حصولك على الماجستير الاكاديمي قولا واحدا تمام خاصة لو انت بقى هتذاكر و هتهتم و هتنجح من اول مرة ممكن تاخد لايف فارس دي في سنة ممكن السي ام مي تاخدها في سنة او سنة ونص مثلا لكن ممكن الماجستير الاكاديمي تقعد فيه خمس ست سنين سبع سنين مفتوحة الدنيا مفتوحة شوية لكن الشهادات المهنية تبقى مرتبط بموعيد وبتعجز وبتبقى تنجح فلوسك مطرحش عليك لكن الاكاديمي انت ممكن تكبر دماغك يا عام لسه سنتين لسه ثلاثة انا اجدد هذا من حيث الانجاز في الوقت نيجي من حيث التكلفة طبعا الماجستير نفسه تكلفته تختلف من جامعة اخرى زائد برضو التكلفة ترك عليها التكلفة الطبعه حسب برضو كل واحد ممكن واحد يطبع مرتين بس والرسالة بتعتمق ممكن واحد يروح للدكاترة عشرة مرات يطبع عشرة عشرين مرة برضو التكلفة زيادة عن غيره يوم المناقشة انت هتصرف قد ايه غيرك هتصرف قد ايه مختلفة خلي بالك المهنة زي ما قلتلك في يبانها خمسة عشر الف واش عارف في جامعة تانية ربين الف التكلفة مختلفة برضو الشهادات المهنية مقدرش حددلك تكلفتها اولا الشهادات المهنية في مبانغ كده كده تدفعها اللي هو بتاعجز الاول عضو مثلا في المعهد اللي يمنع الشهادة وفي رسوم امتحان حلو ماشي درسوم ثابتة بس في حاجة تالتة بقى انت مش اخد بالك منها انت هتدرس الشهادة ازاي سيلف استضي مع نفسك يعني هتسمع مثلا فيديوهات على اليوتيوب لو متاحة مثلا او هتجيب الكتب انت وتذاكر تقدر تذاكر مع نفسك ماشي انت مش هتتحمل تكلفة الدراسة في حد تاني قولك لا انا هشوف محاضر او هشوف مركز كويس اشان اتتابع معهم عشان هتتم عشان حد يشجعني الكلام ده يبقى ده تكلفة مبلغ طبعا وقدره خمس ست تلاف وعشر تلاف كمان يبقى موضوع التكلفة ده صعب بصراحة احدده وفي النهاية انا عايز اقولك بقى انت طالما الفلوس متاحة بالنسبالك ما تقولش ده مكلف وده مش عارف ايه لا انت بتستسمر في نفسك تستسمر في التعليم هو انت هتدفق مثل شهادة المهنية ده تكلفك 10-20 أبل الفلوس ده راحت عليك لا انت بتاخد شهادة المهنية لأصلا عشان تطور نفسك تكون نفسك تزود فرصك في التوظيف تزود فرصك في انت ممكن تكون شغال اصلا بس عايز مكان اعلى ممكن تكون شغال في مكتب مراجع عايز مثلا تدخل على البيج تن او البيج فور يعني ايه ما تحسبهاش او حزبة القرش والجنيه لا انت بتستسمر في التعليم وبتستسمر في نفسك يعني بتطور نفسك يعني ممكن اللي صرفته ده عد عليك عشرات المرات فيما بعد يعني فما تحسبهاش الحزبة بتاع الفلوس ده او يعني لا تكون مش هال ايه الكرار المؤثر بالنسبة لك. نجل الاستفادة الاستفادة العلمية بتكلم على الاستفادة العلمية يعني انا انا راجل معي مش سترخل لبالك بس بقول لك قولا واحدا الشهادات المهنية علمية نتيفدك اكتر قولا واحدا الشهادات المهنية بفزدات الامثلة فأنت الحالة ايه أنا مثلا لا يفرس انت هدرس فيها كل المعيير بتطبيقات عملية انت عمرك في تمهيد ماجستير ما تدرس كل المعيير مستحق ليه ممكن تبقى مادة معيير اصلا وتاخد فيها 3 ا 4 معيير بس وما تاخدهمش كاملين كمان وارد صح معيير المراجعة برضه ممكن يبقى معييرين ثلاثة وبتاع ده اذا خدت يعني معيير مراجعة اصلا في التمهيد مثلا يعني لكن انت مثلا في شهادات زي الـ CBA والACCA في معيير المراجعة دي شكل اساسي مهم جدا فكواقع عملي وكاستفادة علمية في رأيي الشهادات المهنية هتفيدك اكتر اكتر المناهج بتاعتها محدسة ومطورة وهتفيدك اكتر في الواقع العملي بس هل انت فهمت من كلامي ده ان الماجستير مش هيفيدك خالص؟ علميا لا 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 يقدرش يقولك كده نهائي بص يا جماعة اي حاجة بتدرسها لازم هتفيدك ازاي الماجستير مش هيفيدك؟ لا يفيدك طبعا التمهيد ده مواد تدرس مثلا على حوالي 10 مواد على ترمين اكيد هتفيدك ان انت هتتعلم ازاي تكتب بحث علمي بالأسس العلمية السليمة ده مش حاجة مهمة جدا على فكرة حاجة مهمة لا تستسهلش الحاجات دي انت تبقى عارف انت لازم ترجع للمصادر وتكتب المصدر الفلاني ومش عارف ايه ويعني ايه فروض ويعني ايه هداف بقى الحاجات دي هتفيدك برضو في الواقع العمل خلي بالك ممكن تفيدك عادي ممكن تطلب منك تعمل بحث معين عن اثر مثلا التعويم على الكون المالية بتاعتنا مش عارف ايه انت هتكتب بقى بحث علمي تكتب بقى بطريقة علمية او تكتب بطريقة كلام يبقى كل حاجة بتفيدك ايه معا اكيد الماجستير هيفيدك يعني ما يقولش روم مش هيفيدك بعدين انت بتتخصص بتكتب رسالة معينة في عنوان معين تبقى فاهم اول عنوان ده لان انت بقى هتقرع عنه كتير ويتجمع من هنا ومن هنا فالماجستير في افادة لكن لو هنتكلم عن اللي بيفيد اكتر انا بقولك هو الشهادات المهنية المناسب لوظفتك المناسب لوظفتك يعني انت لو انت قطاع حكومي شغال موظف حكومي قد يكون قد يكون الماجستير والدكتوراه في يد ليك من حيث الترقيات يعني في الوضع الحالي فيها على فكرة جهات كتيرة حكومية عند صدور الترقيات والحاجات دي بينظروا لشهاداتك دلوقت على فكرة الكلام ده موجود دلوقت يقولك ده واخد ماجستير واخد دكتوراه والتاني مش واخد حاجة لا احنا الرأي ده الاول لماذا؟ لو مثلا الدرجات المرقة لها قليلة هياخدوا اللي مع الشهادات ده توجه على فكرة موجود خلي بالك زائد كمان انت بتاخد حافز اي نعم ما يبقاش المبلغ كبير او حافز شهر كده مقابل حصولك على الماجستير والدكتوراه شهادات المهنية ده ترقوش في الحكومة يعني عايز اقولك الشهادات المهنية دي بدأ الاهتمام بيها مؤخرا يعني هي معروفة قريب يعني من كزا سنة بدأت تعرف من كزا سنة فممكن قدام الشهادات المهنية دي تعادل الماجستير في الترقيات يعني اقولك مثلا اللي معه سي بي ايه او اللي معه دكتوراه اللي تندر رقوهم الاول او ننقي مثلا الاعلى يعني على حسب بقى الاتجاه يبقى ازاي يعني ممكن الشهادات المهنية دي قدام يعترف بقى في الجهات الحكومية برضو عادي لكن لو انت قطاع خاص انا ارجح لك الشهادات المهنية لانه القطاع الخاص في الاول وفي الاخر عايز واحد يضف له ويطور له ويبقى متواكب مع الواقع العملي فالشهادات المهنية هتقدم لك المعلومات دي اللي هي تفيدك في شغلك اقتعخص يبقى انا بوجهة نظري طبعا كل قاعدة لاسس نا اخلي بالا كرؤية عامة الحكومة قد يكون الماجستير والدكتوراه قافيت شوية في الوقت الحالي كاقتعخص اقدر اقولك قولا واحدا الشهادات المهنية تفيدك اكتر لو انت عايز تطور نفسك وتروح شركات اعلى او مكاتب مراجعة اعلى يحب ان ينسب اسمه قبل اسمه مثلا كلمة دكتور او حاصل على الماجستير ويبقى ده برضو هيبقى مناسب لي الماجستير او الدكتوراه حا neon somebody augult able to go to your doctor ماشا passo substance ektاط ابده في نقطة علشان ما يسيبكش مستواكف الانجليزي مثلا في واحد من الوقت سمعني قلني اللي انه كرر يدخل الشهادات المهنية بس هيسألني سؤال مهم مستوى في الإنجليزي ضعيف هل دي خليني مدرسي شهادات مهنية وخلينيه خلاص في المجلسير والدكتوراه أقولك لا لا مستوىك في الإنجليزي لن يعوقك على الحصول على الشهادات المهنية مش كل اللي خاد شهادات مهنية كان مستوى في الإنجليزي قوي أو جاك جدا لا في ناس كانت ضعيفة في الإنجليزي وخادت شهادات مهنية بالعكس الشهادات المهنية دي قوتها في الإنجليزي يعني انا برضو عايزك انا عايزك انت كده كده برضو المفروض قبل ما تنوي تمتحن في شهادة مهنية انت هتذاكرها الاول او تذاكر جزء منها لقيت الدنيا معك مظبوطة ومية مية خلاص تقدم بقى وتدفع الرسوم عشان ما تدفعش الرسوم عالفظه وفي الاخر ما تكملش حلو انا بقى عايزك وانت بتذاكر كده شهادة مهنية هتمسك مثلا طبعا انت في الاول ممكن تشوف فيديو مثلا يفاهمك تفهم لو الفيديوهات متاحة يعني فيه شهادات مهنية لها فيديوهات متاحة على اليوتيوب وفيه لا يعني مثلا انا شرح معايير المحاسبة لآيف فارس لكن شرحها بالعربي انت ممكن تاخدها كفهم تفهم يعني تسمع الفيديوهات تكفهم خاصة ان انا يعني انا واشرح من خلال الفهم يعني الامتابعين اعرف كده المهم انت سمعت لك فيديو مثلا شهادة دبلومة الآيف فارس سمعت فيديو المعايير معين هتيجي بقى تقرامك كتاب بتاعه الاول منهج بتاعك الورقة اللي انت تقرأ فيها دي اول مرة اول مرة تذاكر بقى ممكن تلاقي ثلاث تربعها الكلام اللي بانجليزي بالنسبة لك مش مفهوم الربع مثلا فهمه والثلاث تربع مش فهمه حلو طبعا هتدور على المعاني الحاجات دي وتحفظها وكده هتيجي مثلا بعد اسبعين ثلاثة لبالك هتلاقي نص الورقة بس هو اللي انت مش فهمه بالانجليزي تيجي بعد شهرين شهرين او ثلاث شهور تلاقي مثلا في سطر واحد هو اللي انت مش جديد عليك اللي انت خلاص عرفته وذكرته قبل كده ودورته وبحثته ودخل في دماغك وخلاص وفهمه في التمام تيجي مثلا بعد سطر شهور تلاقي في كلمة واحد اللي جديد عليك اللي هي الكلمة مثلا اللي هي الجديدة في المعيار تمام يبقى انت تلاقي نفسك مستوىك في الانجليزي اتظبط سنة سنة كده فانا في رأيي الانجليزي ليس عائقا لكن لو انت بقى ما بتحبش الانجليزي قافل بابه خالص ومش ناوي تطور نفسك ولا ناوي يعني تتعب اي حد ادنى من التعب في كانجليزي خلاص يبقى انت بالنسبالك الدراسات العليا انسب انت انت خلاص دماغك قافلت من الانجليزي كنت مثلا بتسقط في الانجليزي في الاعداد والسنة بس حدت والله لو كنت بتسقط في الانجليزي في السنة والاعداد دي كل شيء بالتعلم هيمشي وانت بتسقط ليه في الانجليزي لان ما كنتش بتذكره وما كنتش مهتم به طيب انت هتذكر وتهتم به خلاص الدنيا هتبقى كويسة معك فلنفترض انت قافل من الانجليزي فانا بقول لك خلاص يبقى الدراسات العليا بالنسبالك هي الطريق الانسب لك اعتقد كده يعني انا عملت مقارنة شاملة كافة الاسئلة اللي بتتبادر في ازهننا بخصوص التوجه نحو الماجستير والدكتوراه ام التوجه نحو الشهادات المهنية واحد اقول لت فيه شهادات بقى تانية اللي هي مكتب محاسبة بالدهالي ومش عارف ايه لا دي شهادات غير معترف بيها وانا قلتلك قبل كده لو انت رايح بهدف الشهاداء لا رايح تتعلم وتأخذ شهاده تمام ماشة تاخد اساسيات تقوى نفسك في الاسيات تفهم تمام مية مية وفي النهاية نهاذ ليس نعمل% مشكلة خالص لكن انت رايح cuando رايح تدرس ومهتم تتعلم فقط احج ideology فانا لا لا يعني سابصال في الانترويو لم اتحدใ الحاقة ولا يقرلي جدا كتر الاسفييا انت كاتب اه انا مثلا معا viene شهادات في الاسيات المحاظنة ومعا viene شهادات في الانجليزي سأسألك ليس بصر الشهادات دي على فكرة سأسألك فهم محاسبة كويس في الإنجليز زمان تكاتب خلص تمام معك شهادات معكش هو المهم في النهاية المحصلة اللي بتقدمها له ايه والكلام ده طبعا انا قلته في فيديو سابق مش عايز اطول فيه اعتقد اقدمت لكم افادة بخصوص هذه المقارنة بين الشهادات المهنية والدراسات العليا شكرا لحضراتكم والسلام عليكم